أول سفير فيما بين الإمام وشيعته السيدة حكيمة بنت إمامنا الجواط والتي كانت القابلة عند ولادة إمامنا الحج هي التي كانت قابلة للسيدة نرجس والدة إمام زماننا يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان كي تطلعوا على تفاصيل هذه الموضوعات بكل جزئياتها ومن مصادرها الأصلية ما يرتبط بحديثي السيدة حكيمة هي السفير الأول لإمام زماننا وهذا الأمر لا تعرفه الشيعة ولا تلتفت إليه أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 454 إنه الحديث الثاني حديث طويل بسند الصدوق عن محمد بن عبد الله الطهوي قال قصدت حكيمة بنت محمد بعد مضي أبو محمد إنه يتحدث عن إمامنا الحسن العسكري بعد مضي أبو محمد أسألها عن الحجة عن صاحب الزمان الرواية طويلة صفحة 457 موطن الشاهد قالت حكيمة فمضى أبو محمد بعد ذلك بأيام قلائل وافترق الناس كما ترى الشيعة افترقت بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري صاروا فرقا ومجموعات وهذا هو الذي تتحدث عن السيدة حكيما ووالله إني لأراه صباحا ومساءا وإنه لينبئني عما تسألون عنه فأخبركم هذه سفارة واضحة العمري الأول والعمري الثاني وباقي السفراء ما كانوا يلتقون بالإمام في كل يوم صباحا ومساء هذه السيدة الجليلة تقسم وتقول ووالله إني لأراه صباحا ومساء في كل يوم ووالله إني لأريد أن أسأله عن الشيء فيبدأني به وإنه ليرد علي الأمر يرد علي الأمر من قبل الشيعة يسألون يستفهمون وإنه ليرد علي الأمر فيخرج إلي منه جوابه من ساعته من غير مسألة وقد أخبرني البارحة بمجيئك إلي وأمرني أن أخبرك بالحق إلى آخر الرواية هذه المرحلة في التواصل مع الشيعة كانت بنحو أقوى من مرحلة التواصل مع الشيعة في زمن السفراء الأربعة والذي جاء بعد انتهاء سفارة السيدة حكيمة مباشرة فسفارة السيدة حكيمة كانت تمهيدا للسفراء الأربعة تلاحظون الدقة في التنظيم والحكمة في الإدارة والتدبير فشأن المرأة بين الناس ليس كشأن الرجال من جهة متابعتها من جهة عدم خروجها إلى الشارع من جهة سرية المعلومات وأية امرأة إنها السيدة حكيمة السيدة الطاهرة النقية الفاضلة العالمة العارفة الحكيمة صندوق أسرار إمامنا الهادي وصندوق أسرار إمامنا الحسن العسكري صندوق أسرار أهل البيت هذه السيدة الفاضلة الكاملة متى كان هذا بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري في الثامن من ربيع الأول في السنة الستين بعد المئتين من الهجرة من القرائن نحن لا نمتلك أرقاما دقيقة من القرائن يبدو أن الأمر استمر شهورا وبعد ذلك بدأت سفارة السفير الأول إنه عثمان ابن سعيد العمري من أنظف الناس وأطهرهم ومن أكثر الناس إخلاصا لأئمته لقد كان في خدمة أئمته منذ صغره هكذا تحدثنا الأخبار عنه